أشار شيء إلى أن الصين تول اهتماماً بالغاً بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتستعد لترسيخ الثقة السياسية المتبادلة مع الجانب الأوكراني وكذلك تكثيف التبادلات على مستوى الحكومات والمؤسسات التشريعية والأحزاب بين البلدين إضافة إلى تعميق التعاون المتبادل المنفعة وتعزيز التعاون والتبادل في مجالات التعليم والثقافة والصحة والرياضة والسياحة وتقوية الحوار والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية والمؤسسات الدولية المتعددة الأطراف لدفع العلاقات الثنائية لتحقيق تطورات مستمرة وأكد شيء على أن الصين تتمنى أن تحافظ أوكرانيا على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وترغب الصين في أن تلعب دورا بناء في الحل السياسي للأزمة من جانبه أشار بروشينكو إلى أن بلاده ستشارك الصين في توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين مضيفا أن أوكرانيا بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في الشهر المقبل ترغب في تكثيف التنسيق بين الصين والأمم المتحدة كما قدم بروشينكو تهانيه إلى نظيره الصيني والشعب الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة